في السياق تفقد رئيس الوزراء عدل عبد المهدي موقع انفجار كدس العتاد في معسكر السقر برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحجد الشعبي واطلع على واقع الحادث والاجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت في مخازن الاعتداء واستمع عبد المهدي الى التقارير الاولية من مختلف الاطراف كما اطلع على تقرير بعدد الاصابات التي تعرض لها المواطنون ووجه رئيس الوزراء باستكمال التحقيقات لمعرفة اسباب الحادث كما اصدر التوجهات بوضع ترتيبات متكاملة للمعسكرات ومخازن القوات المسلحة كافة من حيث اجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة اشتركوا في القناة